حظيت بزيارة رئيس الجمهورية عقد رئيس الجمهورية الفريق أول محمد الدريس ديبيتنو خلال زيارته لولاية مندول لقاء مع القوى الحية في بداية اللقاء تحدث حاكم ولاية مندول آدم فورتي آمدو باسم سكان الولاية مرحبا برئيس الجمهورية وأعربا عن امتنانه لرئيس الجمهورية على إتاحة هذه الفرصة للقاء المباشر مع المواطنين ومناقشة ما يهمهم من قضايا ومطالب كما ثمن تضحيات رئيس الجمهورية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مندول وجميع أرجاء الشهادة وقدم نبذة مجزا عن الموقع الجغرافي لولاية مندول وما تزخر به من إمكانيات بشرية زراعية ورعوية قبل أن يؤكد استعداد سكان الولاية لمرافقة جهود رئيس الجمهورية في تعزيز العفو والمصالحة والسلام الدائم وبالحديث عن أحداث الخامس والعشرين من مايو الفين وثلاث وعشرين في منطقة بارا اثنين قال حاكم الولاية هذه الأحداث كادت أن تمزق النسيج الاجتماعي لولا سرعة تدخل قوات الأمن لحل هذه المشكلة بدوره رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس ديبيتنو شكر سكان مدينة كمرة التي وصفها بالمدينة الجميلة التي شهدت ميلاد أول رئيس لتشاد المستقلة على التعبئة الكبيرة والترحب الحارة وأعرب في مستهل حديثه عن حزنه العميق على أحداث العنف التي شهدتها الولاية والتي أودت بحياة بعض المواطنين وأدان بشدة هذه الأعمال طالبا من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح المفقودين وفي الوقت الذي وصف فيه رئيس الجمهورية هذه الأحداث بالمأسوية أبدأ ارتياحه لاعتقال المتورطين في هذه الأحداث مشيرا إلى أن المحكمة قد تلقت تعليمات بتطبيق القانون بكل صرامة ولا ينبغي لأي مجرم الإفلات من العدالة لأي سبب من الأسباب كما حثهم على ترسيخ ثقافة السلام والوحدة الوطنية وتعزيز التنوع الثقافي والدفاع عن القيم المثلى للعيش المشترك والتماسك الاجتماعي ودعاهم إلى التسامح وقبول الآخر ونبذ الانقسام وقال رئيس الجمهوريين ولاية مندول تزخر بإمكانيات كبيرة لذا يجب على أبناء الولاية أن يكرسوا أنفسهم لتنميتها وتطويرها وردا على مطالب السكان فقد أعلن رئيس الجمهورية استئناف جميع المشاريع المتوقفة والتي تشمل بناء المستشفيات المدارس الابتدائية والثانوية ملعب رياضي ومحكم عليا في كمرا بالإضافة إلى مكاتب ومساكن لرؤساء المراكز الإدارية كما وعدهم رئيس الجمهورية بتوفير الكهرباء وتزويد مدينة كمرا بمحطة للطاقة الشمسية بقوة خمسة ميجاوات وتعزيز حصول المواطنين على المياه الصالحة للشرب وتحسين الظروف المعيشية لهم ومن أجل مساعدة الشرائح الضعيفة فإن الحكومة تخطط لمنح التجمعات الزراعية النسائية والشبابية جرارات زراعية وبناء مراكز للتدريب المهني للشباب في جميع المقاطعات التابعة لولاية مندولة وفيما يتعلق بالجانب الأمني فقد أكد رئيس الجمهورية تزويد أفراد قوات الأمن والدفاع بوسائل عمل فعالة للتدخل السريع في الميدانة إعادة نشر موظفي الرعاية الصحية عن طريق إرسال محترفين مؤهلين تعيين قضاة أمناء يساهمون في تقريب العدالة من المتقاضين الاهتمام بزراعة وتشجيع زراعة السمسم والقطن والكذافة والفل السوداني تعزيز نظام مراكبة صحة الحيوان في المقاطعة من خلال التطعيم وتدفق الشباب بأعداد كبيرة إلى مناطق التنقيب عن الذهب هذه الموضوعات وغيرها تطرق إليها رئيس الجمهورية خلال لقائه مع القوى الحية في ولاية مندول وفي ختام حديثه دعاهم رئيس الجمهورية إلى المحافظة على الانسجام والتفاهم والتعاون من أجل حماية مكتسبات السلام والوحدة الوطنية وتنمية الولاية قبل أن يعلن قراره ببناء ضريح على قبر الرئيس الراحل انجرتا تومبل باي تخليدا لذكراه كأول رئيس لجمهورية شادة ترجمة نانسي قنقر